السلام عليكم جزيلا يا شباب في هذا الفيديو سنتحدث عن الفيديوهات كيف تستطيع التقرير فيديو باستخدام OpenCV وتستطيع التحليل الصور الموجودة في هذا الفيديو فأخليكم معي فالفيديوهات ممكن نجيب الفيديوهات ممكن نجيبها من استخدام كاميرات ويب كاميرات ويب مضمجة في اللاب أو كاميرات ويب متوصلة في الكمبيوتر أو ممكن نجيب بلوكال فيديو فايل يعني ملاف فيديو ماشي موجود على الجهاز ذات نفسه ممكن احنا نقدر نحلله برضك أو ممكن بحاجة اسمها اي بي كاميرا لو حد يعرفها احنا نتكلم معنا في اخير الفيديو ان شاء الله تمام طيب اول حاجة الويب كام الويب كام يعني احنا لو احنا عايزين نقرأ الويب كام فيه كلاس اسمه فيديو كابتشر فيديو كابتشر ده هو اللي هيتعامل مع اي فيديو معك سواء كان مثلا لوكال يعني موجود على الجهاز بتاعك او ويب كام او اي بيو كاميرا اي حاجة هلووووو وفيديو كاميرا اوت Perfect ماذا ثم بتاعك لماذا يعمل لماذا يفتح التغيير من الليوب Shawn تمام؟ لو ديت له مثلا رقم واحد يفتح الكاميرا التانية لو كانت فيه مثلا كاميرا خارجية او كاميرا ويب خارجية يفتح تمام؟ وهكذا وبعدين بعد كابه هنعمل ويل ترو تمام؟ وبعدك هنقول له فيديو دوتريد فيديو دوتريد دي معناها ايه؟ معناه انه هيجيب الفريم اللي واقف عنده هو طبعا اول ما انت ما بتعمل الفيديو كابتشور ده الفيديو بيبدأ عند اول فريم خالص اللي هو الاندكس بتاعها كأنه اعتبر ان الفيديو دي عبار عن عبار عن كومت كوتشينة كده كومت كوتشينة تمام؟ او رزمان كوتشينة كده وكل مرة انت بتنادي على الريد ديت بيسحب ورقة منك الكوتشينا دي كل مرة يسحب ورقة تمام؟ فهو فيديو دوتريد دي هيسحب اول ورقة على الوش خالص تمام؟ وبعد كده هيرجعلك الورقة ديت او الصورة ديت تمام? وهيرجعلك جرابد جرابد ديت معناها ان هو لو دي قومة عبارة عن قومة true او false يعني هو اه عارف ان هو يرجع الصورة ديت او الفريم ديت تمام لو فولس يبقى لقى غلط ومعرفش ان هو يرجع دي معنى ايه دي معنى ان الفيديو انتهى او مسلا حصل حاجة خطأ او اي حاجة تمام طيب بعد كده بعد كده انا هعمل بس رسايز يعني ايه لو اجي فتحة الكاميرا ممكن يفتحها بعرض الشاشة كلها في يعني ممكن تكون اجزاء مش باينة فانا هعمل لها بس ايه رسايز وحتى عشان ما يهنيكش ولا اي حاجة والكلام ده كله فعمل لها رسايز اخلىها 800 عرض في 500 ط تمام وبعد كده بعد كده بعد كده بقى لو انت كتها الحرف كيو هيطلع وهارض الصورة عادي خالص واهم حاجة بعد ما تخلص تعمل ايه تعمل ريليز للفيديو تمام عشان لو في اي رسورس او اي حاجة او عايز تعمل اي حاجة بعد كده او تفتحها من على الجهاز ما يبقاش في اي مشكلة تمام فتعال كده نجرب تمام تمام فهو دي يعني ايه اول ما انت هتشغل الكول ده هو دي اللي هيزهر لك تمام طيب بعد كده طيب دي بالنسبة الويبكا طيب بعد كده فاضق عندك مين عندك اللوكال فايل بقى لو انا عندي مثلا اللوكال فايل او ملاف فيديو وعايز اشغله او عايز اعمل له بروسسنج مثلا فنفس الكلام بالزبط انت بدأ الفيديو كابتشر ريحنا فوق قلنا هنا هتاخد انتجر او رقم صحيح لا هنا هتاخد المصاري اللي موجود فيه الفايل بتاعك تمام طيب فديه دي الفيديو اللي انا عايز اعمل له بروسسنج تمام طبعا فيه شوية خصائق الفيديو اول ما انت هبتغل تقرأه تمام بيزهر له شوية خصائص يعني اول ما انت ما بتعمل فيديو كابتشر دي بيزهر خصائص كتير للفيديو انت ممكن تجيبه مشابه مسلا الفي اس بتاعه او العرض الفريم قد ايه العرض قد ايه الارتفاع قد ايه عدد الفريمز اللي موجودة قد ايه وهكذا يعني تمام فاي حاجة انت عايز تجيبها كلها بتبدأ بمين بتبدأ بكاب انترسكور بروب تمام كاب دي اختصار لكابتشر وبروب دي اختصار لبروبرتي تمام ايه فانت هتبدأ بس بجزئين دولت وبعدك هتبدأ اي حاجة بعدك هتقدر انت تجيبه ماشي فتعال مسلا وبردك هنا فيسي بلوك هنا لينك دي بقى خش على لينك دي ماشي اقرا بقى بحس ان هو بيوضح لك يعني كل بروبيرتي دي بتوضح يعني كل خاصية دي دي معناها ايه يعني fs دي معناها ايه count دي معناها ايه وهكذا يعني تمام تمام فهو دي الشكل اللي تعال كده نشوف شوية حاجات كده تمام فهو هنا دي fvs دي ايه بنادي عليه زي بقوله cv.cabrobert دي اللي هو السابق معنا وبعدك هه underscore fvs تمام دي لو انا عايز اجيب الفي اس بتاع الفيديو تمام طيب وبعدكده ايه طيب الفي اس دي عبارة عن ايه الفي اس دي عبارة عن عدد الفريمز او عدد الصور بتظهر في السنية يعني لما اجا قولك 30 fvs فvs دي اختصار لframe per second يعني معناها 30 صورة في السنية طب ليه كده؟ بتقولي علي فيديو عشان هو بيتحرك طب بيتحرك ليه عشان في صور كتيرة تمام بتظهر ورا بعض خلال السنية الواحدة فانت بتهيالك ان هي بتتحرك تمام إنما هي عبارة عن صورة بس إنما هي عبارة عن صورة سكنة بس يا بتظهر بصرعة فانت بتهيالك إنها بتتحرك تمام؟ فعشان كده في الالعاب مسلا ولا حاجة لما ايه تلاقي ال fps مسلا قليل 10 او 8 او ايه بتحس ان اللعبة بتهنج او اللعبة بيحصل لها ليه كده؟ عشان عدد الفريمز اللي ظاهر عندك او عدد الصور اللي بتظهر في الثانية وليلين فانت بتحس ان اللعبة مش بتتحرك اساسا او اللعبة وقفت والكلام ده كين تمام؟ انما لما بتبقى الفريمزة عالية والكلام ده كله بتلاقي بتحس ان اللعبة يعني طالقة كده زي ما بيقول تمام؟ فهو دي عشان كده اسمها FVS Frame Per Second تمام؟ طبعا بقى يعني ايه دي بيختلف يعني مثلا لو انت مثلا FVS مثلا بيختلف فقا من حسب مشروع لمشروع تعني فانت لو مثلا المشروع بتاعك انت مثلا تعمل مراقبة مثلا في الشوارع وترقب الناس هم ماشيين او كده يعني لو حصل اي مشكلة تقدر تبلغ البوليس فهو الفريمز بتاعتك يعني ممكن تكون 25 frame per second او اي حاجة حاجة بسيطة يعني تمام؟ انما بقى لو العكس بقى لو انت مثلا المشروع بتاعك انت بترقب مثلا العربيات عالطريق السريع مثلا لو حصل اي مخلفة لو حصل اي حاجة او مشكلة او حدث لا قدر له فانت لا محتاج FVS يبقى عالي يعني مثلا اربعين او تلاتين خمسة او تلاتين في الحدود دي عشان تقدر تلاحق السرعة بتاعت العربيات تمام؟ فعلى حسب المشروع بتختلف FVS بتاعتك تمام؟ طيب دي بالنسبة للFVS طيب بعد كده بعدك هالي frame number اني هو نفس الكلام هتقول له property frame count تمام؟ و width وده height وده كل حاجة تمام؟ طيب بعد كده هنبدأ نعرض الكلام ده طيب طيب لو انا عايز اعرض Duration هو طبعا مفيش خاصية اني تقدر تعرض بها مدة الفيديو بتاعك مفيش خاصية كده طيب اعرضه ازاي ما انت لو ما انت ممكن تجيب عدد الفريمز كلهم وتقسمها على frame per second تمام؟ عدد الفريمز per second هتديرك الزمن الكل بالثواني فتعليك كده نعرضه اهو دي هيدك مين؟ هيدك تسع الفيديو دي مدته تسع ثواني تمام؟ وده العرض بتاعه وده الارتفاع وده العرض وده عدد الفريمز 25 وعدد الفريمز 25 بframe per second تمام؟ طيب طبعا نخلي بالك من حتة ديت انت تخليها بس ايه؟ دي اسم يعني ما يخليها عدد صحيح ماشي يخلي الاسم بس عدد صحيح تمام؟ في حاجة جديدة بس كنت عايز اضيفه ان هو video.isopen تمام؟ دي حاجة جديدة ان هو لو isopen دي برضاك نفس الكلام بترجعلك true او false بحيث لو هو قدر ان هو يقرأ الفيديو اللي عندك ومحصلش اي مشاكل هيرجعلك true والعكس صحيح لو حصل اي مشكلة هيرجعلك false طيب ديت طبعا حاجة ان كنت عايز اضيفها يعني ايه المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا احنا قلنا ايه؟ حقلنا هنستخدم while true تمام؟ فهدية انت ممكن تستخدمها مثلا video.isopen دي برضاك نفس الكلام مفيش اي مشكلة تمام؟ ونفس الكلام هتعمل video.read ودي نفس الكلام لو اتكيت على cue هيعمل لك ايه؟ هيطلع من الفيديو تمام؟ وهنا لو اتكيت على مين؟ لو اتكيت بقى على الحرف لو اتكيت على الصفر لو اتكيت على الصفر هيروح هيبدأ الفيديو من الاول هيخلي الفيديو يبدأ من الاول تاني تمام؟ فاحنا قلنا ايه؟ احنا قلنا هنا الفيديو طيب كده الست دي طب هايزاي هيبدأ من اول تاني هيبقى فيديو دوت ست تمام وهتديله مين هتديله الخاصية اللي انت عايز تغيرها فانها هغير مين هغير البوزيشن متاع الفريمز تمام فخلي البوزيشن متاع الفريم يبقى بوزيشن صفري يعني مثلا هو الفيديو فضل يشغل حد ما وصل الفريم مثلا مية تمام فانها اول ما اتكتع الصفر هقوم جايما خليه رجعتان ويبدأ من الفريم رقم صفر تمام وبالتالي خلي بالك الحتة ده مهم بحيس انه لما هي جي رجعتان ويشتغل في الويل ترو الفيديو هيبدأ من الصفر وهيجيب الفريمز التاني من الاول تمام فالفريمز اللي سحبها تمام احنا قلنا كأنه ورق كوتشين او ورق كوتشين فالفريمز اللي هو سحبها هترجعتان تمام فهخليك فاهم الحتة دي طيب وبعد كده هنعرضها عاد خلص تعال بس عايز اوريلك الجزء ده ملاحظين ان الفيديو سريع شوية ساقف ثانية الفيديو سريع مش تسع سويا ان الدور اتخلص تمام طيب ايه المشكلة اقول لك يا سيد الفكرة ان هو بيجي يعمل بروسسنج او بيعرض الصور بسرعة تمام فانت يعني ايه لو الفيديو اصار شوية مش هتلحق انت ببص على الفيديو اساسا تمام فالفكرة ان انت محتاج تقول له ايه استنى شوية واعرض الافي اس طيب ازاي استنى شوية احنا هنقول له ويت كي سي في تو دوت ويت كي الافي اس يعني استنى بمقدار الافي اس لو انت مش عارف الويت كي والحاجات دي كلها والزرائر والحاجات دي كله في فيديو انو كنت عامله قبل كده اللي هو معلومات مهمة عن الويت كي فارجع له هيفيدك كتير جدا تمام فالفكرة ان احنا عايزين نخليه يستنى مقدار 30 مثلا الافي اس هنا كان كم كان 25 سنية كان 25 فريم بالسكند فاحنا عايزين نستنى 25 ملي سنية طب ليه هقول لك افرد مثلا الافي اس اللي عندك كان 30 افي اس تمام يعني كده معناه كم فريم في السنية كم فريم معناه كده واحد فريم لكل واحد عال 30 معناه كده هيتلعلك كم يطلعلك 33 من الف سنية اللي هو 33 ملي سنية ايه او تقريبا 30 سنية تمام تمام وبالتالي كده يعني ايه لما بحط الفريمز بخليه ان هو يهدى شوية فى المعالجة بتاعته بحيس ان انا اقدر اشوف الصورة او اقدر اشوف الفيديو بطريقة طبيعية تمام ما يبقاش مسرع كده او سريع تمام فهو دي الفكرة بقى ان هو لازم تحط الويت كي ديت عشان تقدر اشوف الفيديو بطريقة طبيعية تمام فانت بتحط الويت كيه وتحط الفي اس بتاعتك بس كده او لما تجيب بص هتلاقي فعلا الفيديو بقى طبيعي كده تمام او دي التسع ثواني وخلص ده كده التسع ثواني تمام فانت بتحط الفي اس بس بتاعتك تمام اخر حاجة بقى يعني ايه ايه الائي بي كاميرا الفكرة ليكيه لو انت اعمل تعمل مصنع بتلاقب منتجات او اي حاجة او ما كان ومشكلت تمام فاانت عندك كاميرا ب России pixar fromails بتحقيق منتجات الجودة عبارة عن اي بي كاميرا يتعبارها عن كاميرا لاسلكي تمام بتبقى متوسلة зачازة يCauseعلا الى الراوتر او جهاز فيه البلد s Manchu تطوктول ساتقل الصور عن طريق الiderman تمام ما فيش اي سلوك ولا في اي حاجة كل عن نت على طول تمام فلو انت مسلا معاك بتاع الكاميرا دية تقدر انت تخش عليه بس لازم طبعا بعد ما بتخش على ال اي بي ادرس بتطلب منك بقى الادمين والباسورد والكلام ده فهو ايه الفكرة يعني لو انت عندك الصلاحية ان انت تقدر تخش فانت بس بتديله مين بتديله اي بي ادرس حاجة شبه كده يعني تمام وبعد كده بقى تقدر انت تخش بقى وتقدر تجيب الصور بتاعة الكاميرا اللي عندك دية اللي هي الاي بي كاميرا تمام وتقدر انت تتحلل الصور وتعمل اي حاجة عليه تمام وهي نفس الكاميرا اللي بتبقى موجودة في الشوارع وتبقى موجودة في حيتة دية كله تمام بس فوق دي الفكرة يعني بس فوق دي. دي الشغل بتاع الفيديو دي بإختصار يعني شغل بتاع الفيديو لو انت مسلا عندك افايل او اي حاجة بكلام ده كده فهو باختصار يعني وطبعا هتستخدومه كتير جدا في الفيسر والركنيشن والكلام ده كله يعني معظم شغلة كيبقى فيديوهات ان شاء الله يعني فبس فعربي كنا عجبكم استفدتوا مني وريدت لو لسه مشاركتش معنا في القناة انزل تحت وتعمل اشراك وتفعل الجرس ولعجبك الفيديو ريت تعمل لك اشاره مع اصحابك واشوفكم الغديجة ان شاء الله يلا سلام عليكم شكرا